الحمد لله رب العالمين أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي السروري أن أتشرف بأن أكون معكم في هذه المناسبة المباركة في ليلة مباركة لهدف مبارك الزمن هو العشر الأواخر من رمضان التي تلتمس فيها ليلة القدر والموضوع هو الاحتفاء بالقرآن وجائزة تحبير القرآن سمو الفريق إن القول في القرآن الكريم وفضله ومكانة أهله كثير فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وهو حبل الله المندود من استمسك به نشاء وارتقى ففي الحديث كتاب الله هو حبل الله المندود من السماء والأرض وهو نور الله في الأرض الذي لا ينطفئ على مدى العصور واختلاف الدخور ينير للبشرية حوالك الظلم ويهديهم عند الشداء اجتداد الأزم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنسلنا إليكم نورا مبينا وقال سبحانه وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وهو حجة الله البالغة البالغة على الناس أجمعين وبرهانه الساطع والخالد على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الصحيح ما من نبي إلا وأعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان ما أتته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيام لقد تكفل الله بحفظ القرآن فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نجزلنا ذكرى وإنا له لحافظ ولذلك كان من ذاب كبار المصلحين على مر العصور صرف العناية وتخصيص عظيم الرعاية للقرآن الكريم وأهله فمن أولئك المصلحين الذين شهد لهم التاريخ بشهودهم والجليلة ومساعيهم النبيلة الوالد المؤسس شيخ زايد رحمه الله وطي بثرة فقد اتخذ نجزل اهتماء بالقرآن والاسترشاد بهديه والاستنارة بنوره أساسا راسخا ومتينا من أسوس دولتنا من أقباله المأثورات وحكمه الخالدة إن القرآن الكريم هو أساس الإيمان وجوهر الحياة والتقدم عبر الأجال وهو السبيل إلى بناء ثروة بشرية حقيقة مؤهلة وقادرة على بناء الوطن انتهر السشهاد وعلى هذا النشر القويم سار من بعده أبناؤه الكرام فلم يفتأوا يطلقون المبادرات لنشر القرآن وبثه وتعليمه وحظ الناشئة على التنافس فيه بالشوائز المجزية والمنح السنية فنسأل الله أن يجعل هذه الرعاية الكريمة في موازين حسناتكم وأن يحفى قيادتنا وبلدنا وأمننا وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن الكريم وأن يكشف الغمة عن البشرية شمعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا